يعني احنا دلوقتي عندنا العالم عالمين الهاشتاج المعروف فمن جرش الى مهرجان العالمين مش هنقول هو سياحة وترفيه ورياضة لا في مزيكة في غنى ده بيؤكد ان مصر بصلة الفن بكل الوان وقديه مهرجان العالم عالمين في اسبوعين نجح في انه يرضي كل الازواء وسمعنا كل الالوان والاصوات الحلوة والفرق شفنا فرقة هارموني مبارح هي موجودة وتفاعل الجمهور معاها بمختلف انواع الجمهور بمختلف فئاته في العالمين النهاردة حفلة مهمة جدا حشفنا مبارح كمان حفلة احمد سعد وخليني اتكلم عن هذه الحفلة اللي احنا شفنا الحقيقة صداها على الفيسبوك مبارح احمد سعد عامل حالة كده يا جماعة بقاله 3 سنين يمكن انا في الاول ما كنتش من جمهور احمد سعد اوي لكن انا بقالي 3 سنين قاعد بتابع احمد سعد في حفلاته وبشوف حالة التقلق وبشوف حالة التفاعل من الجمهور معاها احمد سعد عمل حفلة امبارح اكتر من رائعة والجمهور تفاعل معاها بشكل كبير جدا وهو دقيق وزاكي في اختيار كلمات الاغاني اللي بيغنيها وبيقديها وعمل حالة كده عمل انتعاشة كده مع الناس طبعا في العالمين النهاردة عندنا حفلة مهمة جدا لراغب علامة وكمان القناة الاولى موجودة معاكم دايما باستمرار بتنقلكو الكواليس الحلوة بتنقلكو الحفلات باستمرار عندنا لقاء مهم جدا وخاص عملته هدير ابو زيد مع السوبرستار راغب علامة قال انه هو متحمس جدا للقاء الجمهور المصري هو عارف كواس جدا والجمهور العربي كمان بالمناسبة في العالمين هو عارف ان مصر بتعشق حاجة اسمها راغب علامة اللقاء دا طبعا هنزيق لحضراتكو بالكامل يوم الاتنين في برنامج التاسع اما بكرة احنا مش ده بس لان عندنا لقاءات كتيرة وعندنا كواليس كتيرة الحفلات هتتم في العالمين بكرة هنزيق لحضراتكو لقاء مع نجم من اهم نجوم العرب السوبرستار رامي عيش برضو هو طبعا بيستعد لحفلته في العالمين لقاء في برنامج التاسع مع هدير ابو زيد بيعبر فيه قد ايه هو كان مبسوط لوجوده في مدينة العالمين ومبسوط من جمال مدينة العالمين بالمناسبة تصريحات الازاي دي بيكون لها رد فعل قوي جدا على جمهور الفنان يعني جمهور رامي عيش اللي رايح عشان يتفرج على رامي عيش هيروح مخصوص العالمين عشان هو موجود شفنا الكلام ده مع تامر حسني وشفنا الكلام ده مع احمد سعد وشفنا وهنشوف الكلام ده طبعا مع نجوم النهاردة سواء بقى نانسي عجرم او راغب علام مش بس كده كاميرا القناة الاولى عفوا برنامج التاسعة موجودة في كل المهرجانات كنا دلوقتي بننقل صورة مهمة جدا من جرش مع زميلتنا شافكي المنيري في لقاء تاني برضو لا يقل اهمية مع السوبرستار النجم الكبير ولي التوفيق اتكلم عن نشاطه واتكلم عن اعماله الفترة اللي جاية كل ده طبعا هيكون هنعرض لحضراتكو يوم الحد بإذن الله في برنامج التاسعة على شاشة القناة الاولى